ما زالت المصارف القطرية تدفع ضريبة سياسات الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب حيث تجد صعوبة في الحصول على تمويل هذا ما أكدته وكالة بلومبرغ التي نقلت عن مصادرها أن قطر وجهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي وحسب الوكالة الأمريكية فإن المركزي القطري يعقد اجتماعات دورية مع البنوك للإطلاع على وضع السيولة متناقصة باستمرار وتشجيع البنوك على الاستدانة من الأسواق الخارجية عن طريق إصدار سندات أو أخذ قروض في محاولة للالتفاف على شح السيولة وما قد ينتج عنها من تخفيض أكبر للتصنيف الاتماني لهذه البنوك وتراجع حجم الاحتياطات الأجنبية وأن لا تتوجه للدعم الحكومي إلا كملاذ أخير البنوك القطرية تواجه صعوبة شديدة في الاستدانة على المدى القصير حيث تطلب البنوك العالمية ربط هذه القروض بأصول قطرية في الخارج قضى مناط وليس داخلها وذلك للمخاطر العالية المرتبطة بالأصول المحلية بلومبرغ ذكرت أيضا أن بنك قطر الوطني أكبر بنوك قطر قد أجرى اتصالات مع دائنين دوليين للحصول على قرد أو بيع سندات في حين قام بنك قطر الإسلامي بجمع تمويل مليان الياباني والدولار الأسترالي من خلال إصدار خاص أو ما يسمى private placement ويحاول بنك قطر التجاري إيجاد دائنين للحصول على قرد بالدولار لا تقل قيمته عن نصف مليار دولار وقام بنك الدوحة بخطوات مماثلة ولا يتوقع المحللون تحسنا قريبا بل مزيدا من التدهور في الأوضاع الاقتصادية للدوحة وشركاتها العاملة في ظل إصرار قطر على دعم الكيانات الإرهابية موسيقى